بسم الله الرحمن الرحيم طلب السنوات العامة اهلا وسهلا بكم. النهارة ان شاء الله هنحل معكم القطعة التانية من قطعة امتحانات السنوات العامة. اللي من سنة الف تسعمائة ستة وتسعين لحد السنة اللي احنا فيها ديات القطعة بتاعت النهاردة بتاعت سنة ستة وتسعين والدهو التاني. وانه عشان نحلها اي قطعة كويس ونحلها كلها صح ان شاء الله. اللي انا اول حاجة بنعملها بنقر القطعة صح. لان الاهي الصح القطعة ديتها اللي بتساعدنا ان احنا نفهم المعاني بتاعتها ونعرف نعيبها ونعرف نستخل لان انا لو اريد كل ما غلط ممكن اعيب غلط بسبب ان انا اريد حالا غير اللي هو طالبها فهنبدأ على بارة الله قد تجلس مع انسان متعلم فتحس انه مظلم من الداخل مع انسان انسان ديت بقى طعب ايه طعب مضاف اليه مجروع على مجروع قصر طب ليه لان مع ديت ممكن تجيلي ظرف او حفرة يعني لو مع ديت كانت حفرة كانت انسان ديت هتبقى ايه اسم الرهور انما معا هنا ظرف مكان عفت من ان يا ظرف مكان بقول لك قد تجلس مع انسان متعلم تجلس ديت يعني انت قاعد في مكان ممكن تعد في مكان يبقى ديت مع ديت جات مع فعل بيفيد ان المكان يبقى مع ديت ظرف مكان ممكن تجي معها بمعنى ظرف الزمان باطل يعني مع طلوع الشمس اذهب الى الجامعة مسلا يبقى معها جات بظرف زمان مع بقى لو جات لظرف زمان او مكان يبقى اللي بعدها مضاف اليه مجروع دايما اي حاجة بعد الظرف بتبقى مضاف اليه مجروع طب مع ديت ممكن تجيلي حرف را واللي بعدها يبقى اسم مجروع ايوة زي ان مع العصر يصر مع هنا مكانش في ولا زمان في الجملة ولا مكان يبقى معها اسم مجروع يبقى دلوقتي معها ممكن تكون ظرف زمان وممكن تكون ظرف مكان ولو جات لظرف يبقى اللي بعدها مضاف اليه وممكن تجيلي حرف را لما الجملة ما يكونش فيها ولا ظرف زمان ولا مكان ويبقى اللي بعدها اسم مجروع يبقى قد تجلس مع انسان متعلم فتحس انه مظلم من الداخل ثم تجلس الى انسان فطري امي فتحس ان بداخله نورا يشعر على الحياة النورا ديت هتوعب ايه هتوعب اسم ان مؤخر منصوب علامة نصبه الفتح الظهر طب ليه بقى ان ديت اللي هي من انه اخده انه انك انه لكنه ليت العلم يبقى انه من اخوات انه يبقى لازم ان يجي بعدها اسمعه خباره والتلك اتناواسق اللى هي انه واخواتها وكانه واخواتها وكاده واخواتها لما يجي بعضها جارة ومجهور يبقى الجارة ومجهور ده شبه جمله في شبه جمله وهو نفسه الخبر بتاعه الخبر بتاع الناس يعني بداخله دي شبه جمله في محل رافع غبر مقدم لان يعني بداخله لو احنا عايزين نعيبها هتبقى الجارة والمجروب بداخله دي نوعه شبه جملة في محل رفع خبر انا وده خبر مقدم سمنا مقدم ليه لان هو بيزبق اسم انا والمفروض ان الاسم هو الاول وبعد كده الخبر طب نوعا بقى نوعا دي هتعتبق اه هتعتبق ايه هي دلوقتي جات لنا بعد الجارة والمجروب جات لنا بعد الخبر يبقى نوعا طعب ايه طعب اسم انا اسم انا منصوب اسم انا منصوب بس اسم انا ما له اسم انا مؤخر منصوب علامة نصب الفتح فتحس ان بداخله نوعا يشعر على الحياة فمن فمن اين يأتي هذا النور الداخلي ان المعافى المادية لا تكفي الا لصنع مصابيح الطرقات واضاءاتها اما النور الداخلي فلا يستمد الا من المعافى الروحية الخالصة المتمثلة ان المعافى المادية لا تكفي الا لصنع مصابيح الطرقات واضاءاتها انما النور الداخلي فلا يستمد يستمد ديت ايه يستمد ديت فعل ما من المجهول طيب اللام ديت هل ديت اللام ناهية لا انا ما بنهاجش على الحال اللام هنا نافية واللام النافية ما بتقصاش في الفعل المضاع يعني اللام النافية ولا تعتبر من ادوات النصب ولا من ادوات الجسم يعني الفعل المضاعي اللي هو يستمد ديت او لما ما صبروش اداة النصب او اداة الجسم فهو بيعاب ايه فعل مضاع مقفوه على مطافعه الضم يبقى يستمد ديت اتعاب ايه فعل مضاع مقفوه على مطافعه الضم فلا يستمد الا من المعافى الروحية الخالصة المتمثلة معافى وبعدها معافى والاتنين اللي هي وكلمة التانية اللي هي المتمثلة بتوصف الخالص المعافى الروحية الخالصة المتمثلة في الاتصال المتمثلة ديت بداية جبنة الوصف. يبقى المتمثلة ديات ايه? نعت. كلمة نكة زائد نكة او معافة زائد معافة بحيث التانية بتوصف الاولى يبقى الكلمة ديات تعطيبها ايه? نعت. يبقى المتمثلة اعابها نعت. نعت ما له بقى? النعت بيطبق المنعود اللي هو الكلمة الخالصة. طب نشوف الخالصة دي اعابها ايه? من حرف جاء? والبعافة اسمه مجرور طبعاوحية نعت. نعت اول. نعت اول الماله مجرور والخالصة نعت ثاني. مجرور طبو المتمثلة نعت ثالث. هيبقى ايه برضو? مجرور على مجرور القصر. عادي ممكن النعت يجي اكتر من نعت وبعض. ينفع تتبع النعت. يبقى المتمثلة هتعب نعت مجرور على مجرور القصر. من المعافة او حال خالصة المتمثلة في الاتصال الداعم بالله. نجل التاني سؤال معنا اللي هو استخر من الفترة خبرا جملة لناسخ. النواسخ هي ايه? هي انه اخواتها وكانه اخواتها وكانه اخواتها وكانه اخواتها. طب هنشوف هو عايز ايه بقى? هو عايز خبرا لأي ناسخ فيه? بس يكون خبرا جملة. يعني ايه خبرا جملة? يعني يكون يا جملة فعلية يا جملة اسمي. ما يكونش ولا شيء بالجملة ولا يكون خبرا مفهد. نجل تجربة قطعة كده من الاول قد تجلس مع انسان متعلم فتحس انه مظلم. انه من اخوات انه. في اسبع الهاء. طيب اه مظلم ديت انه مظلم. مظلم ديت خبرا. ايوة ده خبرا انه خبرا اللي ناسخه بس مش جملة. ده خبرا مفهد. خلاص يبقى ده ما ينفعش. انه مظلم من الداخل ثم تجلس الى انسان الفطيري امي فتحس ان بداخله نوع. بداخله ديت. مش احنا اقلين انها ديت خبرا مقدم? ايوة ديت خبرا مقدم. بس خبرا مقدم ما له بقى? ده شبه جملة. واحنا مش عايزين شبه جملة. احنا عايزينه خبرا جملة. خلاص يبقى ما تنفعش. فتحس انه بداخله نوع نشاع على الحياة. فمن اين يأتي هزا النوع الداخلي? انه انها. لها انه اخوات. ان المعافة المادية. المعافة اسم ان? والمادية نعت. نعت منصوب. ان المعافة المادية لا تكفي. ايوة. ده خبرا. انه. وما له بقى? لا تكفي. خبرا جملة فعلية. لانه بتكون من فعل. يبقى ده خبرا جملة لناسخ لا تكفي. واخترنا ليه? لان لا تكفي ده فعل. يبقى ده خبرا جملة. والجملة دي تقولنا اي جملة فعلية اي جملة اسمية. نجي التاني سؤال معنا اللي هو الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف ده بقى حاجاته كتير. يعني ممكن يكون عالم على ووزن فعل. زي عمى وزحل. او علم على وزن الفعل زي احمد واقعم. او عالم ينتهي بتاقي التقنيز زي خديcıة وبهجة او عالم مؤنس ينتهي بالف تقنيس مرصورة زي ليلة وسلوة. او عالم مؤنس ينتهي بالف تقنيس ممدودة زي شايماء مثلا. او عالم مؤنس زائد على سرزة احو زي زينب. او عالم ينتهي بالف ونون زائدتين. يعني سليمان عثمان او عالم اعجمي زائد على ثلاث احف زي ابراهيم اكتوبا وحن قلنا كل اسماء الانبياء اعلام اعجنبي يعني اي اسم نبي عالم اعجمي عدا محمد وصالح وشعيب. انما اسماعيل بقى وابراهيم ويوسف كل اسماء الانبياء التانية ديت عدا محمد وصالح وشعيب ديت كلها اعلام اعجمية غير عربية وتنفع ممنوع من الصف. عندنا العالم برضو موكب تحكيب مسجلي زي بور سعيد وبور فؤاد ونيويورك. وعندنا العالم السلاسي مؤنس ساكن الوسط. ممكن نقول علي ما بنوع من الصف وممكن ما نمتعوش من الصف زي مسلا مصر. مصر او هند مسلا. عندنا بعد كده الصفة. الصفة على وزن افعل زي احسن واعظم. وعندنا الصفة على وزن فعلان. شرط ان يكون مؤنس وفعل زي غطبان وعطشان. وعندنا العدد. العدد على وزن مفعل. زي مسنى وسلاس. وعندنا الاسماء. اللي هي بتكون ايه? اي كلمة بينتهي بالف تقنيس مقصورة زي صغر كبرة عظمى. وعندنا اي كلمة تنتهي بهمزة زائدة للتقنيس. زي علماء وصحراء. وعندنا بقى اهم حاجة اللي ممنوعة من الصفة اللي هي ايه? صغة منتهى الجموع. صغة منتهى الجموع دي بتبقى ازاي? بيبقى جمعي تكسية. يعني مسلا زي مساجد ومتاحف او كنائس. بيكون في وسطه الف وبعدها حرفين او ثلاث احرف. لو في حالة حرفين تبقى مساجد وكنائس ومتاحف. بدون شهود. انما لو بعدها ثلاث حرف زي مقاليد وتماسيح وتماثيل يكون وسطهم ساكن. لو احنا ضونا هنا في القطع على ممنوع في الصرف هللاقي كلمة مصابيح. مصابيح ديت ايه? صغة منتهى الجموع. عندنا الف ونص وبعده ثلاث حرف وسطهم ساكن اللي هو الياء. يبقى ممنوع من الصرف هنا مصابيح. وده وده لانه من صغة منتهى الجموع اللي هي جمع تكسير وسطه. الف وبعده حرفين او ثلاثة وسطهم ساكن. بنجري بعد كده للبدل. اشهر حاجة في البدل انه يكون بعد اسم اشارة. واسماء الاشارة هذا وهذه وهؤلاء وهزان وهاتان. وهؤلاء. وفي اسماء اشارة بتجيب مثلا زي زاكة وزالكة وتلكة وتلكمو. وديها تباكز عليها في السنوية لانه بيجيب مثلا تلكمو الغاية. والغاية بيبقى بها بدل. فالنسي ما بتاخدش بالها من كلمة تلكمو دي مش يعني ما تعافش ان تلكمو دي اسم اشارة. لا تلكمو اسم اشارة. وزالكة وزاكة. فناخد بدنا من اسماء الاشارة مش لازم ان تجي هذا وهذه. انما هنا في القطع جايب البدل بعد اسم الاشارة عاد. يعني هذا النور. النور دي تبتل. لان جيب بعد اسم اشارة. احنا قلنا الاسم المعاف بقل بعد اسم الاشارة بيبقى بدل. شرط انه ما يكونش متصاف. يعني ما يكونش اسم مفعول ولا اسم فاعل. يعني ما قولكش هذا المقتهد. المقتهد هنا ايه? هذا المقتهد. المقتهد دي ما تقولش عليها بدل. لأ ده نعت. لان المقتهد ديت اسم فاعل. وشفت عشان تقول على الاسم اللي بعد اسم الاشارة ومعاف بقل انه بدل ما يكونش اسمه متصاف يكون اسم جامد زي هذا غرل. وبرضو ما يكونش ياسبقه. يا المنادي. يعني ما يكونش ياسبق. اسم الاشارة يا ان ده. يعني ما قولش يا هزا رجل. يا هزا رجل ما ينفحش الرجل حتى تبقى ايه? تبقى بدل. رغم ان هي مش متصافة برضو. لا. يا هزا رجل رجل نعت. لبقى لان في يا صبقة اسم الاشارة. مع ان كلمة رجل مش متصاف بس في يا صبقة اسم الاشارة. يبقى البدل هذا النور. النور هي كلمة البدل. ونوعه بدل مطابق. مصدر الفعل الخماسي. قلنا الفعل الخماسي لأوزان. اوزانه اللي هي ايه? افعال زي اجمال. افتعال زي احتمال. واحتام. وعندنا تفاعل زي تسامح. وعندنا تفاعل زي تطوق وتقدم. يبقى تفاعل. وتفاعل. وافعال وافتعال. هما دول الاربع اوزان بتوع المصدر الخماسي. والمصدر الخماسي بيبدأ بالف وصل. يعني الف ما تحتاجه همزة. هو هو المصدر السوداسي. انما المصدر الرباعي بيبقى الالف تحتاجه همزة. يعني الف قطع. انما الالف بتاعت المصدر السوداسي والخماسي بتبقى الف وصل. ما لهاش ولا تحتاجه همزة. زي هنا كلمة ايه? الاتصال. اتصل اتصالا. احنا اتفاعل ان المصدر ده اصلا مفعوله مطلق. وكلمة الاتصال على وزن الافعال. والالف بتاع الاتصال ما تحتاجه همزة. يبقى الاتصال دي هات مصدر لفعله خماسي. نجي بعد الاستخدار بقى للجمل اللي بيجيبها. بقولك تجعل المعافة وحية مخصوصا بالمدح في الجمل. طالما طلب منك تخلي حاجة مخصوصة بالمدح. اكتب حبازة والحاجة اللي جعلها جدي. يعني تقول حبازة المعافة وحية. بس خلصت انت الجملة كده. عايز تستخدم نعمة يبقى نعمة العطاء المعافة وحية مسلا. انما الاسهل انك تكتب حبازة والحاجة اللي مدهالك. طالما بيقولك يبنح. بيقولك زم يبقى تكتب لها حبازة والحاجة اللي مدهالك. نجي بعد كده بقى بقولك صغل اسم المفعول من اضاءة. اضاءة ديت. ديجيب اسم المفعول منها ازاي? اولا نخلي الفعل مضاع يضاع. يضاع. هو اضاءة ديت ماضي. هنخليه مضاعع يبقى يضاع. بنخلي اسم المفعول ازاي? بنمسك اول حافر فيه اللي هو حافر مضاعع بنستبدله بمن مضمومة وبنفتح قبل الاخر. يبقى بقى يضاء هنشيل الياء ديت ونحطها مين مضمومة ونفتح معه قبل الاخر اللي هو الالف والالف كده كده نطقه اصلا هو مفتوح يبقى مضاء عايزها بقى ايه? اسم المفعول دي في جملة من عندك. يبقى المصباح مضاء ليلا. بس يبقى كل اللي انت عملته بتخلي الفعل مضاع وبتستبدل ياء المضاع بمن مضمومة وبتفتح معاقب الاخر. نجي بعد كده بقولك اشف في معجمك عن كلمة الدائم. الدائم يعني المستمر والدائم اللي هو بيدوم على طول. المضاع بتاحها ايه? يدوم. هنشيل ياء المضاع تبقى دوما باب الدال. فصل الواو مع المي. وبكده هتكون انتهت القطعة. حل القطعة اللي جات الضهر التاني سنة الف تسسعمية ستة وتسعين. اتمنى ان الشرح ده يكون نال اعجابكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط على كلمة اشتراك او سبسكرايب اللي مقهودة تحت الفيديو عشان نوصل لك بقية الفيديوهات والسلام عليكم وعن الله وباكاته.